مساء الجمال هنعمل مع بعض النهاردة لون سامبل وهادي وشيك جدا ومش محتاج تفتيح عالي فيعني اللون هيكون كمان باقل اقل ضرر وكمان هتكلم معاكم بخصوص الهايلايت يعني لو عاملين هايلايت ونزل مثلا تلات اربعة سنتي من بقية الشعر وعايزين تجددوا الهايلايت او تحيوا لون هنتكلم مع بعض في النقطة دي بالتفصيل ازاي تحيوا تاني واللي يشوفكم يفتكر ان انتو لسه عاملينه حالا عايزين تعرفوا الطريقة let's go اول حاجة شايفين يعني لون متفتح لسبعة ونص او تمانية تمام سبعة ونص او تمانية يعني اورنج حلو يعني تفتيح مش عالي جدا وهنصبغ عليه لون جميل قوي حلو كده يعني بمناسبة التفتيح لو عايزين توصلوا للدرجة دي تقدروا تفتحوا شعركوا بسابغة رقم الف مع معلقة بلندر لونها مسلا اللي هي الزرقة لو شعركوا غامق فهتديكم اللون الاورنج ده من اول مرة تمام كده ولو انتو مش عايزين بدرة سحب خالص تقدروا تحطوا اللي هو برضو سبغة الف واسمها تفتيح على الشعر ممكن يفتح معاكو على مرتين تمام ودي طبعا ترجع لحسب طبيعة الشعر تمام وعايز اقول لكم حاجة سبغة الف تقدروا حتى لو شعر مسبوغ تفتحوه بسبغة رقم الف هي دي كده بتكسر قاعدة سبغة تفتح سبغة تمام فسبغة الف بس لكن لو شعركوا طبيعي بقى مش مسبوغ اللي ما عندهوش سبغة الف متوفرة تقدروا تستخدموا اللون المحايد او الشفاف او بيبقى مكتوب عليه آآ كلير تمام كل او بيبقى مكتوب عليه طبيعي كل دي آآ اسماء للون المحايد بس هنا في معلومة اللون المحايد ما ينفعش تفتحوا بيه شعر مسبوغ لانه لو مسبوغ هيفتح لكم من نص درجة لدرجة فقط لا غير تمام لكن لو آآ عايزين تفتحوا شعر طبيعي يعني المحايد يفتح شعر طبيعي بس تمام كده فانتو لو شعركوا طبيعي مش مسبوغ تقدروا تفتحوا بالمحايد بدل سبغة الف لكن لو شعركوا مسبوغ وعايزين تفتحوه بسبغة بدون بلندر استخدموا سبغة رقم الف مش محايد تمام طيب ده كده متفتح لدرجة تمانية هنسبغوا بلون حلو جدا زي ما قلت لكم تمام طيب اول حاجة هيكون تركيبة لونين معلش فيعني عشان نعمل لون حل تمام كده وبعدين انا بحاول نزل لكم الوان يعني تكون بجد عشان ان انتو تقدروا تعملوها النفسوكو في البيت ومحدش يصدق ده فانا كده يعني بفيتكم مش بضروكم تمام طيب اول لون هيكون معانا ايه سبغة رقم تمانية تمام تمانية بتعادل تمانية بوينت زيرو على فكرة يعني لو لو لقيته تمانية بس هي هي نفس تمانية بوينت زيرو حلو كده طيب اول حاجة هناخد منها قد ايه هناخد منها لو شعر يعني لو احنا اصلا هناخد آآ مثلا شعر لحد الكتفة هياخد عبوتين سبغة يبقى هناخد منها عبوة تمام عبوة كامل طيب ده كده عبوة اللون التاني هيكون معانا ايه معلش الاسم اسمه اشقر فاتح طبيعي تمام اشقر فاتح طبيعي طيب اللون التاني ستة دقاش آآ ساري ستة شرطة واحد واحد او ستة واحد واحد في شركات بتبقى بدل الشرطة دي معمول نقطة او فاصلة تمام هي هي تمام بس اهم حاجة برضو تأكده من اسم اللون ان هي اسمها اشقر غامق رمادي مركز او اشقر آآ مطفي غامق تمام في شركات بتكتبها كده وفي شركات بتكتبها كده بس اهم حاجة اتأكدوا حتى لو مكتوبة اشقر مطفي غامق اتأكدوا ان وراها يعني واحد واحد عشان تكونوا متأكدين ان هي فيها الانعكاس الرمادي تمام كده هناخد برضو نص عبوة يبقى نص بنص ولو ده لو شعر سيار هناخد عبوة يبقى نص بنص لو شعر مسلا بياخد عبوتين طولي كده هناخد عبوة مع عبوة بالتساوي حلو كده هنعمل ايه تاني بقى اهو نص بنص تمام هناخد بقى مصحح واحد بس معلش يعني بلاش بلاش ضرب تمام بلاش ضرب هناخد مصحح واحد بس اللي هو الازرق تمام اهو المصحح الازرق هناخد منه على العبوتين دول نقطة قد حبت الحمص مش اكتر من كده بس تكون قد حبت الحمصية الكبيرة ما يبقاش نقطة قد حبت الحمص الصغيرة لأ نقطة قد حبت الحمصية الكبيرة تمام دلوقتي هنقلب السبغات كويس جدا قبل بقى ما نحط ايه قبل ما نحط الاكسجين عشان فيها تركيبة مسجة الوان زائد ان فيها مصحح فلازم نقلب الالوان كويس جدا عشان اللون يطلع موحد وصافي وما يكونش فيه اي لطشاط من المصحح وزي ما قلت لكم برده قبل كده بديل سبغة الف فماجرل سبغة ماجرل هتلاقوها اسمها ماجرل هاي ليفت هتجيبوا النيتشرل مش هتجيبوا مسلا اللي معمول عليها اي تون رمادي مسلا بلاتيني بيج مش هتجيبوا دول هتجيبوا اللي مكتوب عليها حيادي يعني او اللي هو بدون اي تون تمام ده لو هتستخدموا ماجرل للتفتيح وماكسيما سبغة رقم الف واسمها تفتيح دول سبغات التفتيح طيب آآ محايد من اي شركة سبغة هتلاقوها محايد بيبقى مكتوب عليه او محايد او طبيعي او شفاف او دي كلها اسماء المحايد تمام بس يكون على شعر طبيعي مش مسبوخ هنحط بقى عشرين تمام لان زي ما قلت لكم انا عايز اللون سامبل وهادي وشي اوكسجين اي عشرين طبعا اللي عايز اللون افتح تقدروا تستخدموا اوكسجين تلاتين دي بقى يعني يعني او انتو عايزين تعملوا آآ لون فاتح مش عايزينه مثلا الدرجة اللي انتو هتشوفوها في الفيديو وعايزينها افتح سنة تقدروا تحطوا اوكسجين تلاتين دي بقى ترجع لكم وطبعا وانا بسبغ بقى الشعر او بعد ما خلص آآ سبغ خصلة الشعر هتكلم معاكم في موضوع اللي هو آآ لو انتو عاملين هايلات والهايلات نزل من شعركو يعني مسلا اتنين تلاتة سانتي كده ان انتو ازاي تقدروا تجددوا لونه او يبين الشعر كله من اوله لاخر كله شكله آآ كأنكو لسه عاملينه وما يبينش ان هو قديم خالص تمام طبعا انا الموضوع ده اتطلب مني في وكنت حابب ان انا يعني مرفض لكوش طلب طيب خلاص كده الخليط زي ما انتو شايفينه اهم حاجة دايما لازم الخليط يبقى كريمي معاكم قبل ما تبدأوا توزعوا على الشعر حلو هنبتدي بقى نعمل ايه هنبتدي نصبه خصلة الشعر طبعا زي ما انتو شايفين اهو اورنج رقم تمانية سبعة ونص لتمانية اهو بس تقريق يعني ده تمانية تمام اورنج مسفر هو دايما بيكون رقم تمانية درجته بتكون اورنج مسفر زي ما انتو شايفين اهو تمام هنبتدي بقى ايه نصبه خصلة الشعر يعني طبعا اه ده للناس بقى اللي بتبقى بتفتح شعرها وبيبقى لون شعرها بيديهم اورنج والله العظيم في ناس يعني بتعيت بجد بتعيت اول ما بتلاقي الشعر ضرب على اورنج كده اللي هو بيبقوا عايزين يستخبوا في اي حتة يعني عايزين يستخبوا تحت السرير عشان محدش يشوفهم يعني انا هو مش حرمكم من اي حاج وبعمل لكم الوان انا منزل فيديوز كتيرة عن الناس اللي شعرها اورنج اه منزل فيديوز كتيرة ازاي تلحقوا نفسكم قبل ما حد يقفشكم ويعرف ان انتو اه شعروكم اورنج طيب كفاية زر بقى وعايز اقول لكم على كده هتنفعكم قوي عايز اقول لكم الناس اللي لون شعرها اورنج تمام فيه الوان سبغة كده ما ينفعش تحطوها على شعرك تمام وخصوصا لو لون لوحده ما ينفعش عارفين هو ايه اللون ده هقول لكم ايه هو اللون ده اللون ده اي الوان تكون فيها انعكاس دهبي يعني اي رقم ورا ورا الفصلة تلاتة يعني انعكاس دهبي جولدن تمام ما تحطوش اي لون في انعكاس دهبي على شعر اورنج عشان هتلاقوا الشعر الاورنج معاكم بقى فيه لمعة اكتر اورنج وما اتفاش وشكله بشع جدا جدا فالمعلومة دي خدوا بالكم منها جدا لو شعركوا اورنج وانتوا عايزين تلحقوا نفسكم وتعملوا مسلا اي لون اه يكون دهبي مسلا وعلى شعر اورنج بلاش هيديكم لون اورنج اكتر تمام وخصوصا ابتداءا من رقم سبعة تلاتة يعني عارفين لو الشعر اورنج مسلا واستخدمته ستة تلاتة هيغمق معاكم وهيطفل اورنج شوية ولكن لسا اللمعة الاورنج هتبقى فيه تمام فانتوا لو عايزين مسلا تسبغوا ستة تلاتة اشقر دهبي غامق خلوا التفتيح للعسلي مش للأورنج الجامد ده او ممكن عادي تستخدموا ستة تلاتة ولكن ولكن حطوا معاه يعني مسلا نص ستة تلاتة مع نص ستة تلاتة تمام عشان يطفلكوا الدي الاورنج او مسلا اه مصح ازرق معاهم عشان يطفي اللمعة الدهبي او الاورنج المزعجة دي كده مش اي حد بيقولها ومش اي حد عارفها ومش اي حد بيطلعها لحد لان دي فعلا من الاسرار 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 العميقة فمهنة او عالم الصبغات فانتوا طبعا حبيبي مقدرش ابخل عليكم باي معلومة فعشان كده قلتها لكم طيب دلوقتي بقى خلاص انا سبقت الخصلة طبعا زي ما انا معودكم مش هقول مدة محددة آآ لحد ما تديني الدرجة اللي انا عايزها تمام لكن بقى هنا دلوقتي انا عايز اتكلم معاكم في نقطة ايه انه انتو لو عاملين ميش او على شعركوا اللي هي اللي هو التقليدي اللي هو مسلا خسر وفيعة تمام والخصل دي اول تلاتة تلاتة سنتي الجزور ظهرت تمام اللي هي السودة مسلا اسود طبيعي والهايلايت بقى من نص الراس من هنا لحد الاخر احنا عايزين نجدد نعمل ايه في طريقتين هقولك تعملي ايه اول طريقة ان انت مسلا اسهل طريقة هي تجيبي البني اللي هو اللي هو البني اللي هو الكاب تمام بتاع صحب الخصلات تمام كده وبتعملي ايه دي الطريقة السهلة انا بدأت لكم بالسهل وتسحبي خصلات كتيرة جدا 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 من المنبت من هنا تمام هيطلع معاكي الاسود وهيطلع معاكي اللي كان معمول نصه اسود ونصه فيه هايلايت هيطلع معاكي كل كل حاجة تمام كده فهتسحبي خصل كتير ورفيعة تكون خصل كده رفيعة ونعمة كتير بقى تمام كده وبعد كده بعد ما هتخلصي بتخسلي الشعر تمام وبتعملي وهو لسه البني على شعرك قبل ما ما بتشليه بتعملي ايه بتعملي يا بتسبغي يا بتعملي رنساج باللون اللي انت حباه مسلا زتوني مسلا دهبي مسلا بلاتيني اللون اللي انت عايزه احمر اي لون يخطر في بالك تمام او المطلوب منك تمام كده وبعد كده بعد ما بتسبغيه او بتعمليه الرنساج بتخسلي بتخسلي الخصلات وبعد كده بتشيلي البني وبعد كده خلاص بقى بتنشفيه بتعملي اللي انت عايزه تمام كده ده بيجدد لون الشعر بيحيي بيبقى يعني كأنك لسه عاملة حالا تمام كده دي اول طريقة واسهل طريقة الطريقة التانية بقى هي هتكون صعبة شوية ولكن برضو اه هي طريقة فانا هقولها لكم هنعمل ايه بقى بنقسم الشعر عادي خالص تقسيمة ايه ان احنا هنعمله تمام وبنحاول نجيب الخصلات اللي هي معمولة في الشعر تمام وبعد كده بنجيب طبعا دي هتبقى بطريقة الفايل بنجيب الفايل وبعد كده بنسحب الخصلات اللي مسلا لونها بلاتيني بنجيبها تمام بنسحبها بالمشت تمام وبعد كده بعد ما بنسحبها بنيجي عند الجزء اللي طلع اللي هو لونه اسود بس هتبقى الخصلة كله خصلة معاكم اول جزء لونه اسود والجزء اللي من النص الحد تحت اللون البلاتيني اللي هو لون الخصل اللي انت كنتي عاملاها فبالتالي هتعملي ايه هتجيبي طبعا اللي هو خليط البلاندر والاكسجن وهتسبغي اللون او هتسحبي لون الخصلات الجزء النص الاول بس من الخصل النص الاول بس اما النص التاني اللي هو لونه بلاتيني بتجيبيه خارج ورقة الفايل تمام وبتقفلي الفايل تمام يبقى هو بيبقى طالع من الفايل ما بيبقاش جوه تمام كده وبتقفلي على الجزء اللي انت سحبتي لونه بس وهكذا طبعا هي غلبة وهتاخد منك وقت طويل جدا وهتتعبك وهتبقي مش عايزة اي بعدها ولكن هي دي طريقة تانية هي هتكون اصعب ولكن هي طريقة برضو وانا حبيت اعرف لكم كل الطرق بس بدأت لكم بالسهل وبعد كده قلت لكم الصعب وطبعا انتو ليكم حرية الاختيار وممكن تقترحوا على انه يعني الخصل اللي في شعرك احنا ممكن اصلا نزودها وتبقى كأنك سبختي من اول وجديد وبعد كده نعمل رنساج ويبقى لون شعرك حتى كله افتح فممكن نقترح عليها ده عشان بس ان احنا لو عايزين اه لو مش عارفين طريقة الفايل مسلا نجدد اللون ازاي او لو مسلا هنتعب قوي فاحنا اللي هو بنتزاكة شوية على وابنسألهم والله لو وفقوا خير وبركة لو ما وفقوش هنتطر بقى ايه نتعكف المشكلة دي وطبعا هنعملها يعني هنعملها وخلاص بقى كم ساعتين كده هيفوتوا علينا بس خلاص احنا لازم في الاخر برضو نعمل الطلب بتاع اللي هي عايزاه واهم حاجة تمشي رادية من النتيجة وطبعا من اللي عمل لها شعرها ومن المكان نفسه فدي كده كانت الطريقة ويا رب تكون افادتكم وده بقى هسيبه المدة اللي انا عايز اوصل للدرجة اللي انا عايزها وبعد كده هرجع واقول لكم اعدتوا قد ايه ووري لكم اللوك بقى النهائي بتاعه ما تنسوش بقى تعملوا لايك لحد ما ارجع لكم خلاص كده فاتت بالزبط خمسة وتلاتين دقيقة على الشعر هاخسل بقى الشعر ونرجع باللوك النهائي ايه رأيكم بقى في الجمال يعني شايفين اللون آآ لون حلو جدا 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 والاورنج الطفى وحصلنا على اشقر رمادي طبيعي حلو جدا وشيك جدا وسامبل وهادي وطبعا اللون ده يمشي ويناسب جميع الوان البشرة وطبعا مناسب جدا جدا لاصحاب البشرة السمرة والبرونزية والحنطية هيبقى اكتر من روعة عليهم لانه هو قريدي لونه كده يعني اشقر رمادي آآ برونزي كده طبيعي في نفس الوقت فيارب يكون اللون عجبكم ويكون اللي انا قلتها في الفيديو افدتكم وكمان معلومة لو عجبكم كل حاجة تقدمت فيه الفيديو متنسوش تعملوا لايك كتير شير اكتر سبسكرايب فعلوا جرس الاشتراك لكم كل جديد القناة واشوفكم في الون جديد وحلقة جديدة